مساء الخير عليكم كده يلي اللبس عليكم صحيحين يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال المهم كما وعدتكم ربحة باش يعني قالت لكم كل خطرة غنعود نضيف لكم شوية بشوية باش الناس اللي بحراء جايين يعني يفهموا ويعرفوا بالله يعني أشنوا تيديروا وعناش نجاول هاد البلاد هذي اللي هدرنا على كيفاش من اللي بحراء الدخول عشنو المتطلبات اللي خاسك تدير وفين خاسك تبشي وثانيا هدرنا على ديك تفاقية الاندماج اللي يدخل فيها اللي القانون دي الصالفيني اللي دالها من أبريل احتل هنا يا باش خاسكم ضروري ضروري تقرأوا واحد ثمانيات ديال السويع وماشي غير هاد ثمانيات السويع يعني هاد ثمانيات السويع أخوتي اللي ضرورية تيعطوها لكم عالكوديشي فسكال اللي هادرت معاكم فيه في الخطوة الثانية اللي كنتوا تباقين تتذكروا وقلت لكم يعني شنو خاسكم تديروا والناس اللي يعني بغا يعني ناوية حيث كان انشي ناس اللي ما تيجوش ما ناوينش بغاينش ان يقلسوا ولكن دابا احنا يرى الجيل تاني هذا اللي ان شاء الله في ايطاليا يعني الناس قاعوا ولو تيجيو تيولدو تيقلسوا باش يعمروا وباش يقلسوا في هاد الدولة هادي يعني وصراحة صراحة تيديروا المقارنة ديما مع البلاد هادشي لاش انسان ما اللي تيجي بطبيعة الحال تيشوف العيشة زوينا تيشوف النقاط يشوف النظام اكترية تانستر على النظام 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 اللي احنا في الدول العربية ما تنقولش غري المغرب يعني احنا في الدول العربية خوتي يعني محروموا من هاد النظام هاد يعنيarg النظام ديال دولة مشغل النظام ديالقانون ماهي شيغل يعني النظام بحتفل عائلة خلال الناس هوا ما تتنضمو تافل الأسر الأسر عدنا في المغرب يعني احتراما لجميع وتنرانى مغربية معكم يعني زمرا ما شي يعني تنوي واحد حاجة ولكن هذا الواقع ما غنهربوش منه يعني من اللي تجرين هنا يا تتشوفي وتتأقلمي مع واحد الجو اللي فعلا فعلا من اللي تدري مقارنه تتلقي بلا رخصنا 41 سنة ولا 60 سنة اخرى وياريت ياريت نوصله احنا عفاريت ما غنكدرش عليكم يعني في ساعة نفهمه في ساعة نديره ولكن تنفهموها غير في الأمور الأمور ذي التعفراتيات كي ما تنهرب عليكم ماشي الأمور يعني النظامية الأمور اللي خاصنا نديره لها واحد الأساس مهم معنانا هذا موضوع آخر وخدكم دي متى تبغي تديركم تنمغين نضحكو باش ما يكونش الحديث شو يتقيل مهم معنانا وصلنا باش هاتفاقية هادي خاصكم تقرأوا وخاصكم يعني داروري داروري مؤكد حيث ولا كي ما قلت لكم يعني البرميسو دي سيجورنو الاوراق دي الايقامة ولا تهي عندها واحد واحد القوانين اللي داروها باش للمخالفات ماشي باش باش يجريوا كي مارا بزاف دي الناس دي ما تيقولوا باللارة يعني دارو لنا هاد 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 هادي نكونوا واقعين ينقولوا دارو لنا هاد القالب هادا باش يجريوا على الناس ولكن اللي لا لكن تي جاي وباغي تخدم وباغي تجووج وباغي تقيم واحد الايقامة اللي يعني صراحة باغي تستافد من هاد دولة يعني صراحة رخصي تقوم بجميع الواجبات ديالها ماشي باش جاي الهنايا باش تخلق فوضى وتخلق مشاكيل وتخلق يعني هاد الشي لاش هوا من حاصروا هاد القضية هادي وطبقوا هاد القانون هادا يعني زي ما انا من المؤيدين ماشي يعني حك اخوتكم يعني عدها الجنسية اولا ربما اني قلست مدة طويلة في هاد البلاد لا وانما حيت فعلا القانون خاسنا خاسنا نوعا واحد شوية حيت بزاف دي الناس ما واعيينش الوعي مع دناش اخوتي ما نكذبش على روصنا يعني زي ما نكونوا واقعيين انا يعني فالدول ديالنا ما عدناش الوعي عدنا الفوضى وهاد دول الاوروبية يعني باش يعني هما باش فيتيننا فيتيننا بهذا الوعي يعني الناس واعين والناس يكبروا ولادهم ولادهم يخرجوا واعين احنا يا الانسان ورم ماشي تكذبوز قلوا ربحا بغا تبانع لنا رم ما بغا نبانع لتشي واحد هاتش راح يخرجوا للشارع وغاتشوفوه وجيو عالاقل غينهار واحد الهنايا وغاتشوفو الفرق الفرق بين الشوارع في الدول العربية والفرق بين الشوارع في الدول الاوروبية ماشي كل شي تعني غنقول لكم راح ماشي كل شي كاينين بعض المناطق اللي يعني فيهم صراحة كاينة فوضتها هنا يا ولكن كاين نظام المهم مع لنا هذا راح موضوع كما سنقول لكم حيث هاد مواضيع الخوتي راح ملي تجبيد الموضوع راح تقدري تعمي فيه بزاف ديال المواضيع ملتا كي نحن خلطين لكم الامور مهم وصلنا كما قلنا لها ليهي هاد ديال اللي هي الاندماج وبشينا معها وقلنا بإلا خذكم تقرأوا هادوك الوريقة اللي داري لكم هادوك المبعيد يعني خذكم تقرأوا هادوك المبعيد يعني خذكم تبشي وتقرأوا هادوك سوف نقص لكم نقص لكم النقاط من برميس السيجور السيجور سوف نقص لكم تتحسب لك بحال كما البيرمي يعني ماشي غير انفوات تديري يعني راح تتجك بلا راح نقصوا لك هذي إلا إلا بشيتي وعندهم وقلت ليهم عديش مخالفة وما تقتيش مثلا وهادي راح تيوريو لك اشنه عندك ولكن اي مخالفة درتيها راح تنقصوها لك تعمل لتتسالي نقيطات كاملين راح تيوريو لك البيرميتي يشدوه لك وتخصك تديري واحد الكورسو في المحكمة يعني كما تقولوا احنا يتبشي عدل جودة شي وهو تقرر لك واحد المدة يعني واش على حسب يعني واش تلقوك يعني مكتر في الخمر واش يعني قدرتي مخالفة ديال السياقة ديال السير واش يعني مثلا دربتي شي انسان وهربتي ولا يعني درتي شي مخالفة وهربتي حيث كان كاميرات يشوفوا يعني كل شي كاين ما كانش ملغة تهربة صراحة المهم اعلانة هذي قلت لكم يعني ربما بحال هذ المناظر هذي بحال هكواك بحال البطاقات ذيال الايقامة اللي ولات دبع جديدة يعني ماشي عاتي يتديري مخالفة يجيو تقولوك حييتنا لكل نوقات الله يعني تيبقى وعطاوكم واحد المدة ديالعام العام ونص يعني عام في خلال عام وضرف عام ونص يعني خاصك تكون عندك ثلاثين نقطة من اللي غا تكون عندك هذ تلاثين نقطة يعني التايارة خارج المسئولية يعني واحد الانسان تسموه الى واحد شطاندينو راح جا بغي يعيش مع نفسي سلم وسلام الى ما كنتيش يعني تدير مخالفات وما بشيتيش على القانون اللي قالوا لك وما قريتيش وما قدرتيش الطبيب وما قديتيش ولداتك اللازيلو وما يعني اللازيله هو الناديح يتكاين واحد النوعية للناس يعني تشدوا ولادهم عندهم وتي يعني تي اللايكون في العاون انا مشيتا نقول حيث اللايكون في العاون كاللي ما خدامش كاللي ما عندوش هذيك ثلاثين نالف ريال ولا عشرين نالف ريال الاقصى حد هو عشرين مئة وعشرين نالف ريال يعني باش تتقرد دري ديالك لما كانش عندك هذ الوسائل يمكنك تبشي عدل السيستون سوسيال وتديري واحد طلاب وتتقول اليها بي لرا عندي الريد تديري باسو وهي راها تينقصوا لك من هادك تينقصوا لك من هادك الفلوس اللي خاصك تخلص بهم النادي يعني لازيله في هاد الحالة يعني راهم تينقصوا لك بزاف ديال اللاجيبولاسيوني كما تنقولوا كاينين بزاف ديال يعني احنا يا المغاربة احنا يا فاريط فات القادية انسان اللي عنده نساله ما تينقصوا لك بزاف ديال الوسائل لا بغيت تنقصي عليك مثلا لكرا لا بغيت تنقصي عليك لازيلو لا بغيت تنقصي عليك احتمن يعني زعم الصراحة كايني الناس اللي يعني ما عندهمش تيبشيو 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 يطلبوح تسلع ولكن انا انا ضد هاد الفكرة هادي لانها خيبة وخيبة بزاف لان من اللي تيشوفوا بحال هاد النوعية هادي هادك هو فنتيكتور الحقد ديال طاليان العرب يعني كاينين طاليانيين عايشين في الزلقة عايشين في الطنوبيلات عايشنا ومن اللي تيشوفوا واحد الناس جاءوا غير من الله ورعطاوهم ودرم يعني تيينوضوا واحد الحقد وحنا في غينة عن هادشي يعني زي ما صارحة لاش اخويا واختي عندكم صحة عندكم اعطاكم ربي ادراع نبشي نخدم وبلما ونهز كرامتي وحنا عارفين احنا العرب عندنا الكرامة يعني احنا متردوش اصلا هادشي علشان نبغي ولاد بلادي وبنات بلادي يعني الاجهو هنا يخدموا كرامتهم يخدموا ويقلبوا وكاين ماشي مكاينش شيء اكترية الاجهو يتبو ريقاتك وجيتي واحد المجية ما عدك منش تخافي ولا ما عدكش منش تخافي يعني زي ما رات ندوي معك اخي او معك اختي يعني الانسان خاصه يعرف ايشنو تيدير ماشي ماشي انفوا قالوا لي يلا سير الهي غلاس ودير مثلا سير عدها دوك رغي عدوك سلعة عدوك هذي هذي والانسان تتسح لها ويقلس وهذه النظرة هذي انا اصلا ما تنحملها الجعمة صراحة ما تحطموش من الكرمة ديالكم وتبشي وتخدمو على روزكم الى جيتو مجية قانونية قانونية وتنأكد عليها مجية قانونية ما عندكم ما تضصروا تاشي واحد هذا كان الخطوة الثالثة باش وعدتكم الها بها وغدا ان شاء الله نكمل لكم الحديث كيف هاش المشكلة ديال الناس اللي تيجي ويصيبوا وريقاتهم ولا العيالات اللي ينصيبين وريقاتهم وربما تيخلق ما احد المشاكل مع الازواج تيقولي هما بغيتوش تجيبونا وتعطلتوا علينا وغدا ان شاء الله ان شاء الله نقول لكم لا اسباب اللي يش خليكم معي شكرا 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 شكرا